موسيقى أعوذ بالله سميع العلم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين بداية نحن ولا شو لا أنا فكتك تجرب الصوت طيب أعوذ بالله سميع العلم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني أخواتي في الله نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعا وإياكم في حديث الفجر في قناة الفجر ومع الموسم الثامن بإذن الله تعالى ومع سلسلة هذا الحبيب يا محب حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الأخلاق الحميدة الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم إن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام كان متواضعا عليه الصلاة والسلام وهو كان أشد الناس تواضعا وخجلا من الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعمه الله عز وجل عليه ألا وهي إمامة الناس جميعا واختاره الله عز وجل من بين خلقه أن يكون نبيا رسولا فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إني خيرت بين أن أكون ملكا نبيا أو أكون عبدا نبيا فاخترت أن أكون عبدا نبيا فكان هو عبد الله ورسوله كما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لصحابته الكرام رضوان الله عليهم لا تطروني كما تطر العاجم ملوكها ولكن إنما أنا عبد الله وعبد الله ورسوله إذن سبحان الله العظيم إخواني الكرام النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس تواضعا وكان أشد الناس تواضعا حينما كان واقفا عابدا قائما لله عز وجل تقول له عائشة رضي الله عنه وارضاها يا رسول الله ألم يغفر لك الله عز وجل من ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال كان يقوم الليل حتى تتفتر قدما فيقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا الله أكبر ما هذا التواضع لله سبحانه وتعالى إخواني الكرام كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه عندما يأتي الرجل ويقول أين فيكم رسول الله كان لا يعرف بين أصحابه لم يكن له مجلسا خاصا يجلس فيه هذا مقام خلق للكرسي أو عرش أو مكان عالي لا إنما كان يجلس إلى منتهى وجوده قعد هون قعد هناك وينما كان يجلس كان يجلس عليه الصلاة والسلام ولا يبالي في أي مكان وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس مع أصحابه في كل وقت كان يأكل مما يأكلون لا يتعالى عليهم بالأكل مثل ما يأكلون يأكل وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاعوا جاع عليه الصلاة والسلام كذلك الحال فإنه كان يلبس كما يلبسون ليس له لباس خاص كما يفعل الأمراء والملوك في زمن الآن الخلافة وبعدها الذي كان لهم لباس خاصة وتيجان خاصة ومراكب خاصة وسيارات خاصة هل في هذا الزمان؟ لا إنما كان عليه الصلاة والسلام مثله مثل أي إنسان في المدينة المنورة مع أنه هو القائد الأعلى لهذه المدينة وهو النبي الكريم حتى عندما دخل عليه أحد الصحابة رضوان الله عليهم وجده نائما على حصير وسادة من ليف خشن قد أثرت في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحصيرة فبكى قال يا رسول الله إن الأعاجب يجلسون على فرش الآن فراش وحرير وسندس من أشياء كثيرة جدا أنت تنام قال ويحك ألا تريد أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة إننا ما نبغي في هذه الدنيا إنما هو من أجل الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس طواضعا انظر إلى عظمة النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة فاتحا هذه البلاد التي كان يتمنى أن يفتحها منذ سنوات طويلة هذه البلاد الذي فعل أهلها ما فعلوا به أهانوا أذلوا قالوا عنه شاعر قالوا عنه مجنون قالوا عنه ساحر قالوا وقالوا لقد أدموه وقد آذوا أصحابه الكرام إلا أنه عندما دخل مكة فاتحا قال كان يطأطئ رأسه خجلا من الله سبحانه وتعالى شاكرا لأنعم الله عز وجل ولم يكن رافعا رأسه شامخا متكبرا حاشاه صلى الله عليه وسلم بل كان متأطئا رأسه قال حتى وصل رأسه إلى ظهر ناقته عليه الصلاة والسلام من شدة طواضعه لله عز وجل بهذا الكرم العظيم أنا الفقير اليتيم الذي تردت من هذه الأرض الذي حاربني فيها كل طواغتها كل كبرائها بكل قبائلهم وبكل أطيافهم الآن أنا رجعت قائدا عليهم فاتحا هذه البلاد الله أكبر إن هذه لنعمة عظيمة إخواني الكرام انظر في هذا المنظر المهيب الآن كل الجيوش عشرة آلاف مقاتر مع رسول الله أهل مكة ينتظرون هذا الرجل الذي قد خرج من مكة خائفا مرتعبا ها هو يعود الآن فاتحا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خضم هذه الأحداث يرى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة عجوز امرأة كبيرة في السن قال فينزل من على ناقته ثم يترك الجيش ويترك كل هذه الأمور ثم يذهب إليه عليه الصلاة والسلام ومن شدة تواضعه يخلع رداءه عليه الصلاة والسلام ثم يفرشه لها ثم يجلسها عليه ثم بعد ذلك يبدأ يحدثها وتحدثه ساعة كاملة يا الله يا الله ما هذا التواضع ما هذا الأدب الجم قال وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته عائشة قالت يا رسول الله من هذه يقول بفرح وسرور وإنبساط قال هذه صاحبة خديجة كانت تأتين على عهد خديجة زوجته الأولى وقد ذكرتني بخديجة أخذنا تبادل حديث عن خديجة ذاكر أيام خديجة تخيل صاحبة خديجة الله أكبر قال فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله خديجة 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 لقد أبدلك الله من هي خير من عجوز وخلصت قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها انظر إخواني الكرام إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الحال كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا مع أهل بيته عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في حاجة أهله كان يساعد مين نسوان في داخل البيت قال فكان يخصف عليه وكان يقوم بيته يعني كنس وكان عليه الصلاة والسلام يساعدهم في إشماله في حاجاتهم الخاصة ناو النهيج جبل كذا ود كذا وكان يخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام الله الله إخواني الكرام تخيل الآن الملوك والآن الكبراء اللي لهم خدم وإلهم حشم وإلهم جواري وجاريات وكذا إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه ما كان يفعل ذلك أبدا نعم إخواني الكرام النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار كما يركبه باقي الناس وكان يردف خلفه أحد كان يركب حدا وراه عليه الصلاة والسلام وقال كان أيضا إشماله يركب خلف أحد يكون رديفا على هذا الحمار الله أكبر رسول الله الذي إذا أراد شيئا ما خيبه الله عز وجل إلا أنه أبا إلا أن يكون عبدا رسولا لله سبحانه وتعالى وما أراد أن يكون ملكا ولا أن يكون متكبرا على قومه وعلى بني جنسه لا والله إذن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يأكل مع الخادم وكان يأكل مع الجارية عليه الصلاة والسلام ولا يبالي لذلك أبدا يا الله سبحان الله العظيم نعم إخواني الكرام وكان يأكل مع الضيف حينما يأكل الضيف مهما كان زاده موجود فإنه يجلس معهم على الأرض ويأكل معهم كما يأكلون إذن كذلك الحال كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه كان يتواضع للغلمان كان يتواضع الآن للأطفال ويصاحبهم ويمازحهم ويلاعبهم ويلاطفهم عليه الصلاة والسلام وتحدثنا كيف كان عليه الصلاة والسلام يمازح الأطفال ويلاعبهم عليه الصلاة والسلام إذن هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم حدث أبو أمام رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصى فكمنا له فقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما كان يجلس العبد إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء رسول الله أن يقوم له إنما قال تبكوا جالسين كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الأدب إخواني الكرام والنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب ذاك الأدب كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ثم قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله إذن انظر إخواني الكرام إذن إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعحد على أحد لأن التكبر والتفاخر على الناس قال هي عنوان وعلامة من علامات الكبر والكبر مصيره إلى النار والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إذن لابد لنا أن نتواضع كما علمنا رسول الله كما أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتواضع للناس أن نتواضع للفقير أخي الكريم إذا كنت صاحب منصب أو مركز أو لك مستوى معين إياك إياك أن تختر بذلك المنصب وذلك المكان اعلم أن الذي أعطاك قادر على أن ينزعه منك لا محالة والله تعالى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانك ربي سبحانك هذا هو معنى الحقيقي لكل إنسان كدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يفرق بين غني ولا فقير ما بين صغير ولا كبير إنما كان الفرق في الأمر ألا وهو التقوى كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيخواني أخواتي في الله لابد لنا أن نعيش بهذه المعاني حتى نعلم علم يقين أن هذا الفقير قد يغنى بعد ذلك وأنت أيها الغني قد تفخر بعد ذلك فتواضع للناس سلم على الناس سلم على من تلقاه في طريقك تحبب إلى الناس اذهب إلى مجالسهم قل من طعامهم واشرب من شرابهم حتى تكون صاحب خلق طيب والكل يحبك بإذن الله فالناس تحب المتواضعين وصدق الشاعر حين قال تواضع تكن كالنجم لاحل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع نبينا عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس طواضعا وكان كذلك الحال أشقى المر من المرات جاء رجل فقيل له هذا رسول الله فإذا به ذهاب رسول الله وصابته رعدة يعني ارتجف وخاف فقال عليه الصلاة والسلام هوا عليك يا رجل هوا عليك يا رجل والله ما أنا إلا رجل أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة من كريش إذن أنا فقط أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد الشعير سبحان الله العظيم طحين الشعير قال من كريش إذن كان عليه الصلاة والسلام قال إشمال صاحب خلق جم قال وكان عليه الصلاة والسلام يلقى المرأة العجوز تحمل حزبة الحطب فيأخذها عنها صلى الله عليه وسلم ويحملها على ظهره عليه الصلاة والسلام نعم كان يساعد كل من يطلب المساعدة وكان يقف إلى كل من كان عنده هم أو بلاء كان يذهب إليه رسول الله ويواسيه في مصابه ويهون عليه ذلك الأمر فأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيه في عليين وأن يجمعهنا وإياه عند الحوض اللهم آمين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة